والحديث أكثر مشاهدين الكرام حول تصريحات الفريق أحمد جيد صالح في هذا الملف ومحاور أخرى من البرلمان اليوم يصادق على مشروعي تعديل قانوني الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونقاط أخرى أسعد باستضافة خميسة ثمنية قضي سابق سباح وكسعيد مساء وكسعيد أفوال كما يحضر معي في البلاطو الدكتور محمد العقاب محمد السياسي مساء الخير نعم شكرا لحضورك معي سيد هواري تغرسي دكتور هواري تغرسي برلماني صباح الخير مساء الخير عفوا إذن المشاهدين الكرام لابأس أن نبدأ معاك دكتور العقاب إذن اليوم البرلمان سيصادق بعد قليل على مشروعية قانونية الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قراءتك الأولية دكتور هذا معناه أن الجزائر دخلت عمليا مرحلة تحضير الانتخابات الرئاسية والانتخابات الرئاسية بات واضحا أنها أضحة مطلبا شعبيا ومطلب كثير من الفاعلين سياسيا وشي طبيعي أن البرلمان يتجاوب مع المطالب الشعبية ومع مطالب الطبقة السياسية ذلك أنه من ضروري العودة إلى الشرعية الشعبية إلى انتخابات الرئاسية في أقرب وقت ومن أحسن من وجهة نظري قبل نهاية سنة لأن الوضع الذي نعيشه هو وضع غير سوي إذا طالت المرحلة الانتقالية الدستورية التي نعيشها إذا بقينا معناها بدون رئيس جمهورية وطالت المدة ممكن جدا أن نروح المرحلة الانتقالية ربما غير دستورية والتي تم رفضها من قبل قيادة الجيش ومن قبل حتى كثير من طبق السياسي والفعيل السياسيين ومخاطر ذهب إلى مرحلة الانتقالية غير دستورية يعني مخاطر قائمة ومخاطر حقيقية ربما ترهن سيادة البلد تجعل كثير من الدول والمنظمات كانت تتدخل في شيء داخلي تساهم في رسم معالم الجزائر في المستقبل ربما تفرض علينا دستور مثلما فرض على كثير من دول وربما تغرس داخل الدستور الجديد بعض البنوط اللي ممكن تشكل خطر على الوحدة الوطنية وسيادة الوطنية وعلى هذا الأساس الآن أنا نشوف أن منسوب الوعي الجماعي سواء كان بالنسبة للحراك بالنسبة للإعلام بالنسبة للطبقة السياسية وسيطبيعي يعني داخل على مستوى النواب هو اللي يخلى الآن عملية تسريع في الانتخابات يعني جارية على قدم الوسق نعم دكتور تغرسي ربما هل ترى بأن البرلمان يعني ساهم في مسعى تعجيل الانتخابات يعني بعد ما يتم تمرير قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة وبالتالي أي يعني يعني ربما قد نقول أنه أدى دور كبير يعني في الذهاب في أقرب وقت للانتخابات والله يشوف بكل صراحة أنه لاحظنا مستوى وعي كبير البارح موجود في البرلمان وفي النقاشات نظر أنه مستوى ارتقى إلى مستوى غير معهود نظرا لتحرر البرلمان طبعا من كل الضغوط اللي كانت موجودة في السنوات الماضية وطبعا من النظام السابق نظر الوعي البرلمان للبرح شفناها من خلال النقاش والنقاش الثالي وفي بعض الحالات تتوصل إلى بعض الانتقادات وبعض الملاحظات حتى في القوانين ولكن الاتفاق أنه ضروري أنه الإسراع في هذه العملية ضروري أن ننتقل إلى مرحلة واحدة آخرى ضروري أنه رح نكسب كثير من الأمور ورح طبعا نتفادى كثير من النقاط السلبية ونحن بدينا نشوفه بدأت عملية طبعا مشلوم معاناة ولكن بدينا نشوفه الأثار تحى على المدى القاسر إلى مسأل عناش في العملية نلاحظه أنه هناك أزمة اقتصادية موجودة في الجزائر نلاحظه أنه قانون المالية موجود تقريبا الأسبوع هذا يكون في البرلمان ومنش عارفين حتى اللحظة كاقتصاديين أسهل عجز رح يكون الطبع واستدانة كل هذه طبعا تأثير كبير ورح إذا طولنا في العملية رح تكون لدينا مشاكل عدة سواء مشاكل سياسية أو مشاكل اقتصادية أو مشاكل اجتماعية ضروري أنه ننتقل إلى مرحلة سيروسة ضروري رح إلى طبعا مرحلة ونتسود فيها الديمقراطية ونتكون لدينا رئيس منتخب ثم يمكن نصحح ما يمكن نصححه في المرحلة الجاية نعم أستاذ عثمينية شفنا أن مشروع قانونين سيصبحان يعني قانونين نافذين بعد مصادقة البرلمان عليهما نتحدث ربما عن تغيير كبير في القانون العضوي الانتخابات وسط عليا وسلطة عفوا عليا بصلاحيات واسعة وإدارة يعني قولوا أنها محايدة تماما ليس كذلك ربما هل نحن أمام انتخابات فارقة في تاريخ الجزائر مع توفر كل هذه الضمانات نعم وهل هذه تكون كافية نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحييك وأشكرك على الدعوة وأحيي من خلال كل مشاهدي القناة وأريد فقط أن أفتح كوس وأقول أن الأستاذ الثمنية قاضي سابق صحيح ولكنه دكتور وأستاذ في جامعة الجزائر الآن نعم يعني هذه الإضافة فقط الله يبارك دكتور الثمنية نعم فيما يتعلق بمسألة التغير أو انتقال بالنسبة للجزائر كتجربة جديدة في مجال الانتخابات لأن الجزائر في الحقيقة أو الشعب الجزائري عانى كثير من مصادرة الرأي انتعه وتزوير الانتخابات عبر سنوات أو عشرات من السنين وكنا دائما نقول أنه إشراف الإدارة اللي راهي تابعة إلى سلطمة ومسيرة بشكل مباشر أثرت كثير على أو أعطى خلقة الجو المناسب لمصادرة رأي الفرض الجزائري ولهذا كنا دائما نقول أنه لابد من هيئة مستقلة عن الإدارة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وكانت كتجارب سابقة للجزائر أنه تم تعيين بعض الهيئات لرقبة لأنها كان مستقلة نص على أنها هيئة مراقبة فقط وليس تنظيمه إشراف لكن هذه الهيئة أيضا لم تستطيع أن تحمي صوت الجزائري من التزوير لم تستطيع أن تضمن عدم مصادرة رأي الفرض الجزائري اليوم بعد حركة 22 اللي حضر كثير من المؤسسات ومن بينها فرزلنا تعديل لقانون عضوي يتعلق بإنشاء السلطة عليا للتنظيم والإشراف على العملية الانتخابية وتعديل جزئي أقول فيما يتعلق بقانون الانتخابات فيما يخص بالانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بالجزء المهم اللي هو السلطة اللي تشرف على العملية الانتخابية أقول أنه كان هذا مطلب كل الجزائريين أنه تكون فيه هيئة مستقلة تشرف وتنظم وتراقب وتسير العملية الانتخابية انتلاقا من البقطاقية الوطنية للناخبين الجزائريين بيش تحصرهم وتتحكم فيهم وتراقب فعلا إذا كان هل هما الوعاء الانتخابي في الجزائر أم لا إذا كان فيه طلب تعديل أنا تشرف عليه إلى غاية إعلان النتائج هذا كان المطلب أساسي سواء العزاب السياسية في الجزائر سواء كان المواطن الجزائري اللي أصبح يرفض الانتخابات وما ينتخبش يعني بنسبة كبيرة وبالتالي جاء لهذا القانون نقوله أنه إلى حد ما هو حق الآلية الأساسية باش نقوله أنه رح ننتقل إلى عصر جديد وين الإرادة الشعبية فيه اللي تقرر ولكن يبقى سيدتي الفاضلة أقول أنه فيه أيضا مكملات أخرى ضرورية حتى نضمن هذا الاحترام لإرادة الفرد الجزائري وهو أنه يتمثل في تشكيل هذه اللجنة والعناصر اللي تتشكل منها ومدى استقلاليتها تمكين هذه الهيئة أو هذه السلطة من الآليات الضرورية اللي تقليها تقدر تفرض أهراءها وسلطتها على كل الإدارات الأخرى بعيدة عن الضغط وبشكل يحميها أيضا من التأثير الخارجي من أي جهة إن كانت هذه مسألة والمسألة الثالثة أقول أنه أعتقد أنه توفير الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية هي اللي رح تخلق جسر الثقة مع المواطن الجزائري بشكل ينتخب لأنه إذا يدرد كل هذا الشي ومن بعد الفرد الجزائري أرفض وعزف وما قبلش بشكل ينتخبات ما رح لنش نحقه نتيجة وبتلي أعتقد أنه فيه لجنة حوار تم تنصبها مهما كانت الانتقادات اللي توجهت العيوان من الأيام فيه خارط طريق وضعتها فيه بعض المطالب دالتها للتهدئة ولخلق أو لمد جسر ثقة أعتقد أنه من الضروري أن نحترم هذه الأرضية وأن نوفر هذه الضمانات أو شروط التهدئة بجميعها من أجل باش نخلق جسر ثقة الفرد الجزائري باش ننتقل كلنا كأفراد وكمؤسسات إلى عهد جزائري جديد وإرادة الفرد الجزائري هي التي تصنع نعم شكرا لك دكتور الثامنية مشاهدين الكرام فاصل ولن عودة بعد ذلك جديد مشاهدين الكرام لاستكمال ملف نقاشنا الأول إذن سيد العقاب قيل الكثير يعني حول هيئة كاريم يونس أنها حتى البعض أنه شكك في قدراتها ليس كذلك نعم إذن انتظرنا الحاجة المثالية نعم من خدمة حاجة أكيد أنه كاريم يونس ما يعجبش كثير من الناس ولكن يعجب كثير من الناس المفضل أن تحترمي رأيي ونحترم رأيك مستحيل لو رسول الله مكاشر عليه إجماع سبحان الله العليل ربما نجحت في أداء مهامها أنا بالنسبة لي بالنسبة لي مستحيل أنه تكون أي هيئة حتى رئيس جمهورية الجيمة سيكون عنده عليه إجماع ربما بالأغلبية إذن هذه باش نغلقه هذا الميل فهذا بشكل نهائي في الديمقراطيات في الحياة المعاصرة ما كاشفي حاجة يسموها الإجماع كين حاجة هي الأغلبية يعد الأغلبية يجوز هذا هو إذن لا هيئة ولا قانون ولا حتى هذه اللجنة مستقلة لا رحين يديرها يترضي جميع الناس ولا حتى قانون الانتخابات يرضي جميع الناس ما كاش حاجة ترضي جميع الناس ولكن وش نقدر نقول أنه هذه اللجنة بكل عيوبها بكل انتقاد التي وجهت إليها تحملت المسؤولية تحر ووصلت بالأشغال تحر إلى ناتائج كبيرة جدا كبيرة جدا مش عملية سهلة أنك تتحدى الانتقادات التي كانت في كل مكان في الشارع أحيانا أنه يروح لأعضاءها أمام بيوتهم في الفيسبوك القذف التجرية حتى تهديد يعني مش مكانش عملية سهلة ولكن في النهاية أنهم توصلوا إلى سياغة يعني مشروعين كبيرين هذه المشروعين تعلق إما تعديل بعض المواتي قانون الانتخابات أو إنشاء سلطة تنظيم الانتخابات كيف ترى هذين القانونين أستاذ هذين القانونين وهذين التعديلين كان منذ البداية كانت مطلب بالأصوات العاقلة من الناس منذ البداية كانوا يقولوا يودي لازم نروح للانتخابات باش نروح للانتخابات وتكون انتخابات حرة وديمقراطية ونزيه وشفاقة لازم نسحب التنظيم تحمل الإدارة ونروح إلى إنشاء سلطة مستقلة تماما عن الإدارة مستقلة في القرار مستقلة في التنظيم مستقلة في التسيير ومستقلة ماليا وحتى الأعضاء تحاله كان نقدر كيف يتم انتخابهم حتى من قاعدة سوف يكون ذلك أفضل ولكن نقول لك البرفكت والله الحاجة المثالية يعني مش خاصة أن الوقت يعني ضغط الوقت مستحيل لحد الآن أنا نشوف أن النتائج إيجابية جدا سلطة تنظيم الانتخابات رايحة تكون أكيد راح أتعرض للانتقادات وأكيد حتى النوابنا نقشوها أمس حتى الأستاذ حتى أنا أعطيت رأيي أنا أعطيت رأيي وقلت أن هذه اللجنة ستكون مؤقتة يعني الرئيس الجاي أكيد راح ينعيد النظر في كل شيء ولكن النوع ولكن الآن أهم مكسب أهم مكسب أنها تساعد الجزائريين على الخروج من عنق الزجاجة الروح من الانتخابات الرئاسية وعلى الجزائرين أن يتجندوا جميعا لإنجاح الانتخابات الرئاسية لأن الحراك والنتائج الكابلة التي حقاقها لا بد أن يتوجها برئيس قوي رئيس قوي بالشرعية الشعبية لأنه إذا ما كانش رئيس قوي بالشرعية الشعبية رايح يكون أسير ما يقدرش يتخذ القرارات اللي كان يجب يتخذها هذه الهجة الأولى الشيء الثاني أنه الرئيس الجاي إذا ما كانش إذا ما كانش صحب قرار إذا ما كانش يعني عنده برنامج واضح منتخب عليه الشاب وإذا كانت نسبة المشاركة متدنية ممكن يخرج رئيس أول قرار يتخذه يطلق العصابة من سجن وعلى هذه الآن أنا نشوف رأي الآن لازم نغير النقاش لأن الانتخابات الآن انطرقت انطرقت ما فيهاش نقاش عمري انتخابي انطرقت الآن أنا نشوف النقاش اللي لازم ننثيروه ليم كإعلاميين ولا كمحللين هو صيفات الرئيس القادم اللي ثم النتائج الحراك وما يخليهاش تروح وما يخليش وما يخليش يحدث انقلاب على نتائج الحراك وهذه موش عملية بسيطة كل شيء الآن مرتبط ومتوقف على الرئيس اللي جي هل صارب وعنده برنامج واضح وعنده سيادة القرار وعنده استقلالية القرار وعنده القدرة على حماية نتائج الحراك الشاب نعم بهذه النقطة أذهب ليك دكتور هوريتي غرسي ربما ما هي الصفات اللي تراها في هذا الرئيس ألا ترى بما أن البعد الاقتصادي أصبح أولوية نعم فقط لازم قبل نعرج على النقطة اللي هو خاصة فيما يخص القانون السلطة الوطنية الانتخابات وكذلك قانون عضي لمرتبط الانتخابات فقط أنه ممكن لما نشوف خاصة بعض القانونين ينتقدوا بعض النقاط ونقول لك أنه مستمد خاصة من المادة لنادي به الحراك من المادة سبعة وثمانية النقاط لأنه ممكن نسمع يقول يتعارض مع المادة مية ربعة وثمانية وما كذا لكن نقول أنه المادة سبعة وثمانية تعطي الحرية في اتخاذ كثير من القرارات وكثير من التقنية في العملية هذه نقطة اللولاء لما نشوف قانون سيفة عامة نقول لك نحن كجزيرين وكأساتذة جميعين والله ما كنا نتوقع بيكون بهذا المستوى طبعا للظرف معين نظن أن لجنة عملت في حوالي شهر شهر زيادة بيش تخرج بهذه العملية الناس مولفين في بعض كثير من الدستير سنوات بيش تقوم بهذا العمل وعلى الأساس نقول لما تكون موجودة نقايص لأنه هذه مرحلة انتقالية لانتخاب رئيس جمهورية شرعي لما طبعا يكون رئيس جمهورية شرعي يمكن أنه راح يحدث كثير من تغيرات نحن من بين النقاط اللي كنا طبعا رغم قلنا أنه هو عبارة عن وثبة لديمقراطية لمرحلة لبناء ديمقراطية في المرحلة الجاية ولكن رغم أنه قلنا بعض النقايص ومن بينها أنه ضروري نجد أنه خاصة أعضاء اللجنة لأنه مهم جدا هو اللي يعطي لها القوة انتاحة هو اللي يعطي لها المصداقية هو اللي يعطي لها ثيقة خاصة ثيقة طبعا الحراك اللي نشوفه كالليم وشراء كالكذا ولكن اختيار الأشخاص المهمين واللي عندهم طبعا بعد كبير في الجزائر واللي عندهم صد كبير واللي يكونوا طبعا مختارين بطريقة طبعا أكثر فعالية هو اللي رح يعطي لمرحلة الجاية فقط أنه المرحلة الجاية قلنا تستدعي الإسراع في اتخاذ خاصة هذه القرارات وانتخابات رئيسية وبعدها ممكن يكون حل المجلس الشعبي الوطني واختيار هذه تبقى صلاحية رئيس الجاية طبعا ولكن المرحلة الجاية تقتضي لأنه فكرنا في جانب سياسي بشكل كبير في الجزائر وهمنا الجانب الاقتصادي أنه تقتضي أنه لازم يكون رئيس الجمهورية في المرحلة الجاية يكون عنده برنامج خاصة البرنامج الاقتصادي ولاحظنا من خلال طبعا التلميحات الموجودة في قانون المالية 2020 من بينها 51 ساعة المادة 51 ساعة 49 لما نشوف هذه المادة هذه المادة طبعا كانت موجودة في قانون تاعة 2009 تكميلي بمرسوم حتى المجلس لم يصادق عنها معانتها من خلال طبعا مرسوم تمها مباشرة تشوف كيف تتم ممارسة بعض القرارات المهمة المفروض تكون فيها استشارة شعبية كبيرة باش نتخذ طبعا هذه القرارات أنه المرحلة الجاية أنه رح تكون عندنا رهانات اقتصادية كبيرة طبعا في الوضع الذي نعيش فيه ونقول فقط أنه ليس متفائل في الجانب لأنه إمكانياتنا كبيرة ومستوى الجزائري يجب أن يعيش أفضل من هذا المستوى لأنه لو نستغل كل الطاقات لو كنا نقول أنه ضروري الرجل المناسب يكون في المكان المناسب في المرحلة أو قلنا أنه المرحلة الجاية كذلك تحتاج إلى عناصر للتهديئة باش نسترجع ثقة هذا المواطن وطبعا المطالب موجودة في شارع على الأقل نستمع للحد الأدنى لهذه المطالب باش نرجع ثقة لأنه من غير المعقول الشخصية اللي كانت موجودة في الحقبة السابقة هي التي سوف تحذر للمرحلة الجاية ضروري يكون الناس نزهى الناس عندهم كفاءة ناس طبعا محبوبين من طرف المواطنين باش يمكن أنه كما كان محمد باش تكون عندنا أغلبية لتروح طبعا تمارس حق الانتخاب في المرحلة الجاية دكتورة عثامنية ربما هل يكفي الوقت لإنشاء هذه السلطة سيدتي بالنسبة للظرف اللي تعيش في البلاد ربما هو يقتضي في بعض الأحيان الذهاب بسرعة ربما تقتصل إلى حد التسرع في بعض منها ولكن أعتقد أنه الوقت كافي لأنه ما نحسب بالأيام وما نحسب بالأسابيع لما تعلق الأمر بمصلحة بلد أعتقد أنه يمكن أننا نتجاوز على بعض الحسابات البسيطة من أجل الوصول إلى نتائج كبرى وهي الانتخابات قد تقول لي مثلا هل تكفينا يوم 15 أو يوم 20 أنا أقول لك بكل صراحة حتى يكون صادق مع نفسي أنه مستحيل أننا نكون فيه استدعاء للهيئة يوم 15 أعتقد أن هذا شيء مستحيل ولكن التأخر لبعض الأيام من أجل اتخاذ إجراءات ربما إجراءات تهديئة ربما من أجل إعطاء الفرصة لتشكيل الهيئة لأنه المفروض أن حتى من يستدعي الهيئة الناقبة هو هذه السلطة الجديدة يجب أن تنصب تنصب بالشكل كما أشار الأستاذ وأنا قلت النشاط أساسي لنجاح العملية ككل لأن دائما نحكم على الأشياء بالنتائج بالنهايات هذه سلطة ستنصب الأشخاص الذين سيشرفون عليها ومدى قبولهم لدى الفرد الجزائري أو لدى أغلبية الجزائريين هو الذي سيقرر مصير العملية الانتقابية بكاملها لماذا أقول هذا الكلام لأن هناك رفض شعبي شئنا أم أبينها هذه حقائق لا يمكن أن ينقرها إلا جاحد أو شخص لا يرى هذه حقائق فيه رفض شعبي كبير لعدة إجراءات تمت من بينها أشخاص تم تعينهم في لجنة الحوار من بينها أنه يرى أن لجنة الحوار رغم أنها دارت أرضية إلا أن هذه الأرضية لم تحترم وبالتالي أن تشكيل هذه اللجنة لم يفرز للشعب الجزائر إلا هذين التعديلين وبالتالي أقول أنه من سيعين على رأس هذه السلطة والأشخاص الذين سيشرفون على تسيرها من ناحية أقول على مستوى المركز على الأقل إذا كان لديهم قبول اجتماعي سيقتطبون عدد كبير من الجزائريين ربما سيتجاوز الكثير من الجزائريين على بعض التحفظات وبعض التشاؤم الذي كان يسودهم من أجل الذهاب إلى انتخابات لأن العبرة بالنسبة إلينا وأقول دائما العبرة بالنسبة إلينا هو أننا كما أشار الأستاذ نذهب إلى انتخابات يقبلها الجزائريون انتخابات يقبل عليها الجزائريون علش بعدد أكبر عدد ممكن علش باش نجيبه رئيس قوي شعبيا الرئيس اللي يجي يكون قوي لأنه عنده وراشات كبرى الرئيس اللي رح يجي رح يفتح وراشات كبرى سواء تعلق بالاقتصاد أو بالنسبة للممارسة السياسية أو حتى بالنسبة للحياة الاجتماعية في كثير من الأشياء وبالتالي واجب أننا نعطي هذه الضمانة أو هذه القوة بهذه الهيئة باش نكسب الجزائريين نعم دكتور لعقاب ربما هل التشكيلات السياسية المجتمع المدني النخب يعني واعية بهذه المسئولية والله شوفي الآن كنت تكلموا عن التشكيلات السياسية كين وكين أنا من وجهة ناغرية الأحزاب يلزم نجوزوها لازم الشعب يجوز الأحزاب لأن الأحزاب فشلت ونزلت الحراكة تردها يعني من كذبوش على بعضنا والآن كثير من الأحزاب هي لا يتضع المطبات يعني في وجه الذهب إلى المسار الانتخابي شفنا أحزاب البديل الديمقراطية يتضع المطبات ترون المطبات شفنا أحزاب التيار إسلامي منخرطتش بالشكل اللي كان لازم تنخرط رغم أنها تصفرح بأنها أحزاب وطنية إذن بالنسبة لي للشعب اللي لازم يتجوز الأحزاب وأنا قلت أكثر مما رأو هذا رأيي يا أستاذ قلت أن الجزائر الجديدة لا تبنى بأحزاب قديمة أنا لو جات ليا الرئيس القادم يدي الاستفتاء الشعبي يحل جميع الأحزاب يحلها ما يخلي حتى حزب ونعود نوشي أحزاب جديدة غير معقول أننا في عام 2020 وهذه الجزائر الجديدة اللي لنا نشدوها نبقى وعيشين بحزب نشأف 62 أو 63 وبين والفشل تحم وبين والركاكة تحم معدد القدرات تحم والضعف تحم إذن هذا الموضوع أنا والله لا أريد أن نرجع له أنا ماذا بالأحزاب هذه انتهت اثنين لو سمحتي اثنين فيما يخص قضية هذه الهيئة وقضية الإجراءات وغيرها أنا أشوف بالله الوقت ضغط مع الوقت عاد ضغط بزف بزف يعني والله لا عيب علينا كالجزائريين إذا دخل جنوبيه 2020 وحنا بيدون رئيس عيب علينا كالجزائريين نفس الوضع مرت به تونس تقريبا عندهم نفس الإسكالات ولكن كيف هتوا أخر منا وحنا أمت انتخابات في ربع ساعة لملاموا القضية القضية من ناحية القانونية والآن رأيهم يديروا انتخابات وأول دولة يدير المناظرة التليفزيونية ورأيهم 24 و27 مترشح وغدوا اليوم 15 يوم الأحدين تخبروا رئيس يعني شو هذا العيب هذا علينا كالجزائريين عيب علينا ننفس الانتخابات عيب علينا يلحق 2020 نحن بدون رئيس هذا رأيي شخصي الآن الأولوية لأنه تعديل القانون والإنشاء القانوني والسند القانوني لسلطة تنظيم الانتخابات انتهت الآن الأولوية المطلقة اللي تنصيب هذه الهي خاصة القيادة المركزية هذا الخمسين واحد الآن هذا الخمسين واحد ذوق إذا الأستاذي رح نجبنانا سجدد رأنا نزيدون تعرضون نفس المشاكل الإعلامية والفيسبوكية اللي تعرضت لها جماعة كاريم يونس أنا والله رأيي خلوا كاريم يونس يكمل يقود هذا اللجنة هذه هيك اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات على الأقل تلقى اللاكامات اللي تلقى والآن المشكلة النفسية هذا تحل يعني الآن خلاص تقريبا اللي عندهم المقبولية عدى كثير من المواطنين لو يخلوا كاريم يونس حتى ما نروح نجيب الشخصية وحدة أخرى ونعشوا نتعرضوا إلى الانتقادات وربما مسئلات وما تطبط إلى آخره ولماذا حتى كثير من أعضاء هذا الهيئة الوطنية المستقلة تحتاج إلى الحوار والوساطة ممكن يجعلهم نقول القيادة المركزية وبعدين المنظمات على حساب القانون ما جاءت القانون هذا كوف الإختراحات هذا المنظمة الميهنية كما القوضات وكما كذا بسرعة كما البرلا ما نخدم في العطلة ولا لا لا يخذ الجوء من الجلس وما يخدم بالجمعة أنتم خدمتوا بثلاثة ويوم عطلة يوم عشرة يا أخوة الهيئة الوطنية القوضات إن شاء الله تجتمع في الليل تجتمع في الليل وينتقبل الممثلين تحهم لأن الوقت لا يسمح وبالتالي أن نشوف أن الوقت صح ما يسمحش ولكن كما قلت لازم الله غالب لازم نضحيه شوية تخلي القوضات والممثلين والمهنيين يعينوا الأعضاء كيف ندير الهيئة المركزية دير الهيئة المركزية ثم نقدر نستدعيه الهيئة الناخبة عليها نقدر نستدعيها لأن الناس بعدين تجي تسحب الاستمارات من عند القيادة المركزية من عند الهيئة المركزية وفي نفس الوقت نستكمل الإجراءات الأخرى ننصب الهيئات الولائية أو اللجاء الولائية في نفس الوقت المندوبيات الولائية يعني حتى نلبح الوقت وبالموازات أيضا يمكن اتخاذ إجراءات تهديئة ممكن يطلق بعض المعتقالين ولكن القضية هذه حساسة لأنه لا بنصالح عنده الحق في العفو طبقاً للمداميوثنين إذن هذه القضية هذه حساسة أنا نشوق أننا نتركها إلى القضاء وفي نفس الوقت ومفرأ للذلك تفتح المراجعة الاسطنائية للقوائم الانتخابية إذن على هذين يقول لك أنا صح الوقت ما كاش ولكن لو نسرع بتنصب هذه الهيئة يقوم برألين ندير الأخرى يولي عنا الوقت كاين لأنه عملياً وتقنياً على حسب المداميواربعين أعتقد الله ميواثنين وربعين يعني هذا كواه يعني مع سحب الاستمارة الترشح وبعد حوالي ربعين يوم والخمسة وربعين يوم يعني الاستكمال الميل فات وبعدين عندها عشر أيام تقريباً يا إيمال اللجنة يا إيمال المجلس الدستوري لأنه لو اثنين اللجنة وبعدين المجلس الدستوري يعني حاجة عشر يوم واثناشين يوم للإعلان النهائي عن قائمة نهائية للمترشحين ومعدة ندخل في حملة انتخابية يعني عشرين ولا خمسة وعشرين يوم وبعدين صمت الانتخابية ثلاث يام ولا أربع أيام نمطحوا في ثمانين يوم ربع وثمانين يوم وبالتالي إذا فتنا عشرين عشرين سبتمبر يعني ندخل في جومي وإذا رحنا للدور الثاني نوصل في فبري يعني أنا والله غير رأيي شخصياً والله كالجزائريين اللي إحنا أصلاً أمة انتخابات يعني والله غير عيب علينا يلحق دميل فا وهنا بيد الرئيس نعم دكتور تيغرسي ربما هل تعتقد أنه سيكون تجاوب هناك يعني مع الانتخابات خصوصاً أنه شفنا أنه كان وعي وأيضاً إذا نعم مع الانتخابات خصوصاً أنه اللي اكتشفناها المرة لأنه وعي خاصة شعب الجزائري أكبر من وعي كل الأحزاب السياسية والنشاطين السياسيين في الجزائر وعطونا درس خاصة لما نشوف الحراك يعطينا درس تقريباً من الجمعة إلى جمعة داخرة يعطينا درس في الديمقراطية ويعطينا درس في كثير من الأفكار الموجودة نقول لك مجموعة من الأفكار لو نشوف الحراك منذ 22 فبري لومين هذا الأفكار اللي كانت موجودة فيه وكذلك في بعض الحالات حتى البداية الموجودة فيه تقريباً هذه الخارطة الطريقة اللي مشينا عليها كلها مستمدة من طبعاً الحراكة هذه نقطة مهمة جداً فقط أنه ممكن منشاطرش سيمو عمد لأنه قال لك الأحزاب السياسيين حلها كامل لا كيف يمكن لا لا اكتشك ترائي رأيك علي شوية محمد ولكن نقول لك هذه الأحزاب السياسية تقريباً خاصة موالدة غير مقبولة من الشعب وهذه الفكرة أن هذه الأحزاب السياسيين عندها فرصة فرصة باش تجدد نفسها في المرحلة هذه إلا عندها قدرة باش تقدر تجدد نفسها في المرحلة هذه نعم إلا ما عندهاش قدرة أكيد أنه محلها هو زوال في المرحلة الجاية يعني كما قال العودة scientific لا لازم تجدد لازم تجدد نفس الفكرة اللي موجودة سواء في الأفران أو لحزاب الأخرى لازم تجدد وتتعطي نية صادقة وتحاول كيف يمكن أنه ستسترجع ثيقة خاصة المواطن لأنه وصبحت قريبا ما يثيقش في هذه الحزاب السياسية وخاصة مع الرؤوس الموجودة في الحزاب السياسية وطريقة تعيينها لما تشوف الأفلان واشتراه لما تشوف الأحزاب الأخرى واشتراه لهم اللي موجودين في السوجين موجودين واللي نحاوله طبعا الحصان نحاوله طبعا هذا كله يعطي نظرة سلبية بالنسبة للحزاب السياسية مش سهل أنه تسترجع ثيقة المواطن هذا المواطن الذكي جدا مش المواطن هذا البسيط اللي كنا نشوفه فيه وكانت ممكن عندنا نظرة طبعا غير حقيقية شفنا أنه درجة ذكاء المواطن ودرجة الرقيق درجة المستوى اللي يوصل ليه الوعي بالنسبة للمواطن أنه ممكن جدا أن نروح نشوفه ونتعاملوا مع هذا المواطن البسيط منه اللي يعرف والتي يمه ويماك يعرفه المادلة سبعة أو المادلة ثمانية من دستور ويعطوك حتى تعريفها كيف يمكن طبعا تطبيقها ولا يمكن تطبيقها هذا دريع على وعي جديد وشكل جديد وجيل جديد وفكر جديد موجود في الجزائر يجب طبعا للسلطة أن ترافق هذا طبعا الفكر اللي موجود باش نقدر نبني طبعا جزائر في المرحلة الجيدة جزائر قوية أنا فقط أمن بحاجة أنه الجزائر فيه أمان دائما أنا معنا شيء في جنب يمكن أنها مازال عنا مشاكل موجودة سياسية ولكن نقولها بكل صراحة أنه الجزائر فيه أمان وكان رجالات خافية اللي تخدم دائما لصالح الجزائر ومتأكدين ما رح يصار الناوله فقط يبقى أنه عندنا مشاكل اجتماعية اقتصادية ولكن جزائر فيه أمان وهذه النقطة المهمة اللي لازم نقولها دائما نعم دكتور عثامني ربما شفنا أن وزير العادل تحدث عن الضغط وتحدث أيضا عن التزوير بتحييد الإدارة هل ربما الضمانات يعني متوفرة بالنظر للقانون لو سمحتيني قبل أن أجيبك على سؤالك فقط أردت أن أرجع لبعض النقاط لتمتنى أولا من طرف الأساعدة الكرام وأنه دائما نعمل بالنساء لما إذا أراد أن الرسالة تعود توصل للآخر أنه يكون صادق فقط يكون صادق مع نفسه عندما خرج الشعب الجزائري للشارع كان فيه كل الحلول وكل المقترحات أفرزت لجنة حوار لجنة حوار هذه كانت المخرج للجزائريين من أجل وضع أرضية هذا هو الشيء اللي صارت تعين فيها السيد كريم يونز كلجنة وأعضاء إلى غير ذلك هذه اللجنة هذه كانت دارت شروط مسبقة قبل أن تبدأ في الحوار ثم تنازلت عن هذه الشروط هكذا بدون تبرير مشيت العملية للحوار لما وصلت إلى دارة أرضية الأرضية انتحة لحد الآن لم تحترم أرضيتها لم تجسد من حيث إجراءات التهدئة وأقول هنا بالأخص تكلم على ذهاب الحكومة ذهاب الحكومة كان مطلب كل الأعزاب السياسية مطلب الشعب الجزائري ثم شملاته قرار هذه اللجنة ولكن رغم ذلك لم تذهب الحكومة الشي اللي يخليني هنا واش نفتح قوس نقول أنه هذا الأشخاص هذو اللي كان رفضهم الشعب الجزائري واللي داروا عمل ولم يحترم واللي ما قدروش يفرضوا رأي بسيط ما قدروش يكونوا غدوة أنا على وجهة نظري الخاصة كما أشار الأستاذ ما ترضيش الشعب الجزائري ما تقدرش تكون في السلطة المستقلة اللي تضمن حماية إرادة الفرد الجزائري هذه اللي هي آه أنا نتكرم على هذه اللي هي ما تقدرش تكون في السلطة أنا مفضل أن السلطة تسيرها شخصية وطنية قوية ما تقبلش التدخلات وما تتأثرش بالآخر حتى ولو كان وش كانت الرتبان تعوه أو المنصب اللي يحتلوا ما يتأثرش بيه علاش لأن إرادة الفرد الجزائري الناقب الجزائري اللي رانا نطالبوا بها اليوم لأنه نما نذهب بسرعة الانتخابات إذا ما جاناش الناقب الجزائري ما نحقق حتى شيء ولهذا أنا أعتقد أنه اللي يكونوا في الخمسين هلو هم أشخاص اللي يقدر وخاصة الشخصية القيادية أنه تكون شخصية وطنية قاوية تقدر تفرض رأي السلطة على أي كان في الجزائر هذا الشيء مهم جدا لما نرجع للوزير العدل هو أتكلم على الضغط لتعرضوا للقضاء القضاء في الجزائر مع الأسهل الشديد تم تشويهه بشكل فضيع من طرف إدارة سيرة العملية الانتخابية على مر الحياة من 62 وش كان يصرع في الجزائر كانت الانتخابات الكحة السوداء المزورة كانت مزدقليتها تستشف من عمل القضاء أقول عمل القضاء مش لتورط القضاء فيها لا لأن القضاء لم يكن يسمح لهم بمراقبة العملية من بدايتها إلى نهايتها وإنما كان يسمح لهم بمراقبة جزء بسيط من العملية لا يسمح لهم بإذفاع الرقابة الحقيقية عن العملية الانتخابية فيصبحون يعطون المزداقية لانتخابات مزورة دون أن يشعرون هذه مسألة وهل يتم فيها استغلال القضاء والقضاء بشكل راهيب والقضاء تحرر منها الآن لحسن الحظ الشيء اللي يتكلم عليه وزير العدد لو ربما أنا ما عنديش أسماء معينة وما عنديش أشخاص معينة لكن الوزير يعلم لما قال أنه فيه قضاء تعرضوا إلى التهديد في حياتهم وفي أسرهم وفي مناصبهم وفي عملهم أكيد هذا شيء موجود لماذا؟ لأن القضاء كمؤسسة مؤسسة جزائرية عاشت عاشت الويلات في فترة في العشريتين الماضيتين في عهد النظام أفرز عصابة وش ننتظر من هذا النظام يدير للقضاء كان أيضا يهدد القضاء لما يتعلق الأمر بانتخابات وهذا يتكلم عليها وزير العدد يتكلم على التجديد النصف لمجلس الأمة هذا شيء بسيط جدا بالنظرة إلى انتخابات كبرى وبتالي يقول أنه هذا يأكدن على أن القضاء كانوا تحضغت وهذا يخليني نفتح قوس ونقول لكل الجزائريين أنهم ما يشككوش في نازهة القضاء لو يكونوا أعضاء في اللجنة المستقلة القضاء هم أيضا أفراد جزائريين يطمحون إلى جزائر دولة القانون ودولة المؤسسات ويأملوا إلى أنهم يسهموا في بناءها وبالتالي لما يكونوا غدوا القضاء في اللجنة أو في السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات رح يعطيهها قوة كبيرة جيد شكرا تضمن فيا احترام إرادة الفرق الجزائريين نعم إذن نعود ليك دكتور فقط برك لو تعطينا يعني تعليقك على كلمة الفريق أحمد جيد صالح لا هي شوفي هي بالنسبة لي لا مكان لمن لم يحترم أمنة شهداء أو خان الشهداء يعني في الجزائر هذه واضح أنه يقصد بها يعني المناسب المسؤولية وهي يعني كنشوف واش راح سراب هالمتابعات القضائية هذي الفسدين اللي راهي العدالة وطريدهم صباح مساء يعني تقريبا كان في باعوا البلد يعني باعوا البلد يبقى أكيد قضايا اقتصادية كثير ما نعرفوهاش كثير مشاريع ما نعرفوهاش كثير قرارات أكيد أنه الجيش يكون عنده المعلومات اللي احنا ما عندناش أكيد يكون عنده مطالع المعطيات اللي احنا ما وصلتناش وبالتالي أنا نشوف أنا شطر هذه الواحد اللي أنا شك فيه اللي يبيع البلاد وخاصة اللي يبيع الخارج هذا ما نعطلوش ونصب المسؤولية وهذه من البديهيات إذن نعود نعود للنقاش لأثرناها على اللجنة يا أستاذ في عجلة فقط لا لا في عجلة لذيق الوقت في عجلة الفكرة اللي اطرحتها أستاذ والله أنا ناقشتها مع روحي سبعين ألف مرة ولكن يجي نشوف المصائل وعندك الحق مئة بالمئة عندك الحق ما نقدش نقول لك ما عندكش الحق ولكن إشكالي رانا نطرح نواجهوها اليوم وراها المعياء السؤال ما تروح اليوم كثير من الشخصيات الوطنية رفضت حتى تقول تقول للحراك في بعض المواطن بلها خطأ رفضت تقول كثير من الشخصيات الوطنية نشرت بيانات رفضت تروح للحوار رفضت رأس لجلة الحوار معظم هذي اللي نسميوه الآن شخصيات وطنية تستمت تعيين مكالمة هاتفية باش يعينوها هل تقبل هذي ما نسميه نحن شخصيات وطنية أنا وانت والأخ هذي نسميه نحن شخصيات وطنية هل تقبل تطبيق هذا القانون ويروحوا الانتخابات يتم تعيينهم مثلا من من قبل الجنة الحوار الوساطة ويروحوا الانتخابات أنا نقول لك لو ما تعطيهمش ضمانات أنه هو يكون رئيس ما يروحش وبالتالي يا ناس الجزائر أرانا رانا في منعارج لازم تقبل التضحيات لازم نقبلوا التضحيات هما رفضوا حتى يروحوا للحوار رفضوا حتى يقدموا اختراحات مكتوبة للحوار كل حاجة رفضوا 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 رانا رفضوا له كلش حتى لو يقترحوا كنت رئيس اللجنة رايح تتعرض هذا نسموه من اللجنة والشخصيات الوطنية إلى النقد والتجريح إلى أخير ها هو المشكلة اللي راح نتروح اليوم راح عندنا وحدة العقلية وحدة الثقافة في الشارع راح يرفضوا الكل رفضوا كل شيء وعلى هذه اللي بقي ننسلناه الرضاء العام أو إرضاء الجميع ما نقدره ولا لجنة وطنية ولا انتخابات ولا شيء أنا على هذه اللقاء هذا ما كان نعم شكرا لك دكتور العقاب شكرا أيضا الموصول لك دكتور هويت غرسي وشكرا أيضا الموصول لك لدكتور أعتامنية شكرا